يا طرى الطالب اللي مش يروحي لمدرسة السنة دي وهيغيب كتير زي السنوات اللي فاتت ايه اللي هيحصلوا اياه خاصة انه وزير التربية والتعليم السنة دي مش هدد جدا على موضوع الغياب تعالوا نشوف ايه اللي ممكن يحصل مع الطالب اللي هيغيب كتير من المدرسة اولا كل سنة وانتو طيبين جميعا بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد ربنا اجعله عام دراسي سعيد على الجميع بازن الله وزارة التربية والتعليم بتشدد على انتظام حضور الطلاب بالعام الدراسي الجديد وبتأكد ان اعمال السنة بتساهم في رفع نسبة الحضور والتواجد بالمدرسة المدرسة عملت مجموعة من عوامل الجز بتجذب بها الطلاب باتجاه المدرسة علشان ما يغبوش المدرسة هتوفر مصادر تعلم متعددة للطلاب وهتفعل الانشطة عشان تجذب الطلاب وكمان هتفعل الغياب الالكتروني كل دوت من تصريحات وزارة التربية والتعليم الاخيرة لجذب الطلاب للمدارس وشدلت الوزارة على ضرورة انتظام حضور الطلاب خلال العام الدراسي الجديد من خلال عدد من الاليات من بينها نظام اعمال السنة والتقييمات والانشطة اللي هيتم تطبيقها في مراحل النقل واللي بتستهدف في الاساس مصلحة الطالب وتطوير قدراته ومهاراته وانتظام العملية التعليمية داخل المدارس واوضحة الوزارة على ان الطالب هيخود في صفوف النقل من 3 ابتداء حتى 2 سنوي 3 اختبارات اساسية في كل فصل دراسي بواقع اختبارين اتنين بالشهور واختبار واحد نهاية الفصل الدراسي موضحة ان اعمال السنة مخصص لها 40% من درجات تقييم الطلاب كما ان تلميذ اولى والتانية ابتدائي لازم يحضروا المدرسة بالنسبة لا تقل عن 60% من ايام الدراسة الفعلية حتى يتم صعود الطالب للصف الاعلى وفي حالة عدم حضوره النسبة المقررة فيعقد له امتحان تحديد مستوى على مستوى المدرسة وتشرف عليه الادارة التعليمية شدلت الوزارة على ان الحضور بالعام الدراسي الجديد اجباري لجميع الطلاب مؤكدة على اهمية تحقيق الانضباط بالدراسة واي طالب يتخطى نسبة الغياب المقررة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله مضيفة ان المدارس سوف تطبق الغياب الالكتروني من اول اسبوع في الدراسة الوزارة بتقوم بتوفير وسائل جذب للطلاب مع انطلاق العام الدراسي من بينها تفعيل الانشطة ومجموعات التقوية والدعم التعليمي وتوفير مصادر تعلم مختلفة ومتعددة للطلاب عايزين نجذب الطلاب للمدرسة حيث يتم توفير دروس على قنوات مدرستنا وايضا توفير مناهج بصيغة البيدي ايف على موقع الوزارة لجميع الصفوف الدراسية بالاضافة لتفعيل مجموعات التقوية والدعم التعليم وتفعيل حصص المشاهدة من خلال الشاشات الزاكية بفصول المرحلة السنوية وايضا هناك شرح المعلمين داخل الفصول بالعام الدراسي الجديد زودنا وقت الحصة وزودنا عدد اسابيع الدراسة كل دوت لخدمة ابناءنا الطالبة والطالبات في مراحل التعليم المختلفة ونأكد على ان عودة المدرسة في التعليم مهمة جدا جدا واحنا دايما بنحاول نشجع الطلاب على الانتظام والحضور لكن السؤال دلوقتي هل فعلا كل الطلبة والطالبات في مراحل التعليم المختلفة هينتظموا في الدراسة؟ هل فعلا أولياء الأمور يوميا يوميا هيبعثوا ولادهم يكونوا حرصين على الانتظام في الدراسة؟ هو ده اللي هتكشف عنه الأيام والأسابيع القادمة ويا ريتا جماعة تشاركونا في التعليقات بتعليقاتكم وآراءكم بخصوص كل الإجراءات اللي اتخذتها المدرسة لعودة الطلاب وجذبهم للمدرسة مرة أخرى ويا ريتا جماعة تشاركوني بإجاباتكم على السؤال الملحي والمهمة جدا هل أعمال السنة لما اترفعت؟ هل ممكن أن هي فعلا تجذب الطالب للمدرسة؟ ولا شايفين أن ده ممكن يكون معول في إيد المدرس ضد الطلاب؟ أتمنى لكم جميعا التوفيق والسداد